بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه و أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين الاستشعار بالإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف في كل أبعاد حياتنا المرأة في داخل البيت و هي تعمل و هي تطبخ و هي تنظف البنت في داخل المدرسة و الجامعة و الوظيفة الرجل الأب في العمل الموظف في الوظيفة الأستاذ الجامعي في الجامعة و الطالب في المدرسة و الجامعة كل إنسان لا بد عليه أن يستشعر الإمام و الشعور و الإحساس بوجود الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أنني أشعر بوجود الإمام دائما يعني يشغل جزء من تفكيري من همي من حياة العملية اليومية لا أجعل التعامل مع الإمام المهدي أرواح نافده إنما هو حسب المزاج أو حسب الشدة و الحاجة أو في مناسبات معينة و إنما دائما يكون توجهي للإمام مستمر علاقة بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف دائما مستمرة في كل الأحوال طبعا هذا الأمر بحاجة إلى توجيه بحاجة إلى تربية بحاجة إلى عناية بحاجة إلى مراقبة يعني أنني في داخل البيت لما أجد الأيام اللي خلت ما كنت أشعر بتلك المشاعر و الأحاسي استجاه الإمام إذن عندي مشكلة لما نكون بالوظيفة و مجهول مع الناس أيضا لا أشعر بالإمام لما أدرس في المدرسة و في الجامعة أيضا ما عندي هذا الشيء المهم أنه أينما أكون لو نظرت إلى يافطة أو كلمة مكتوبة يا أبا صالح المهدي أو إلى عبارة اللهم عجل لوليك الفرج أو إنسان ذكر الإمام لا بد أن يكون هيجان في حياتي بمعنى أنني كأنني إنسان يذكرني بمحبوبي يذكرني بمعشوقي بهذا البعض و هذا لا يأتي من يوم واحد و من لحظة واحدة دائما أنا أجلس أفكر أقول يا أبا صالح المهدي اللهم عجل لوليك الفرج يا مولا يا صاحب الزمان هذا الذكر الدائم مهم جدا لأن الذكر اللساني يؤثر على روح الإنسان بمرور الأيام الإنسان يجد أن هذه الحالة الاكتسابية تتحول إلى حالة يتطبع الإنسان عليها و هذه نقطة مهمة جدا الإنسان الذي عندي علاقة بالإمام حتى في ساعة الامتحان أنا ساعة الامتحان أكتب أقول يا الله يا صاحب الزمان أبدأ بالكتابة فكرت أريد أحصل على الجواب كل ما أبحث أقول يا صاحب الزمان يا مولاي دخيلك سيدي هذا التفاعل مع الإمام مهم جدا الاستشعار بالإمام في كل مكان و هذه الكلمة طبعا تأثيراتها كبيرة في حياتنا كثير من الحالات مثل الإنسان الآن واقع العملي في حياتنا وجود المواقع التواصل يعني أنت تدخل أي صفحة من هذه الصفحات حتى على التطبيق اليوم تجدون الإعلانات حتى باليوتيوب تجدون الإعلانات التي فيها ثواني و فيها ما تعلمون هذا إلى تأثير علي أو لا يعني الآن ثواني باليوتيوب خمس ثواني إعلان وبعدين يظهر الفيديو اللي أنا أبحث عنه زين هذا في أغنية أو في موسيقى أو في إمرأة متبرجة أو فيها ظهار المفاتن أو أي شيء آخر أنا لا أقصد ذلك ولكن بذلك المقدار اللي أنا أشاهد يؤثر على إيماني نعم يؤثر على إيماني النظرة الأولى التي في الشرع هي محللة للإنسان تؤثر على إيماني نعم تؤثر عليه نعم هي جائزة لأنه نظرة أولى بدون قصد ولكن مع كل ذلك يؤثر على إيماني ولو بشيء بسيط هذه مرة ومرة ومرة هذه نظام الذرات والقطرات تجتمع وإذا تتحول إلى سيل لا سمح الله قد تهدم إيماني وتلوث روحي لذلك رسول الله يقول كلمة هذه الكلمة للنساء و للرجال يعني لما نتكلم عن غض البصر غض البصر ليس للرجال فقط القرآن لم يوجه الرجل لكي يغض بصره وإنما المرأة أيضا يغضضن من أبصارهن المرأة أن تغض البصر أيضا ليس فقط الرجل عليها أن يغض البصر وإلا لا سمح الله إذا البعض تلبس مثلا كمامة أو تلبس نقاب وعينها تركض يمينا وشمالا وعينها تنظر إلى ما يجب أن لا تنظر ما قيمة هذه الكمامة ما قيمة هذا النقاب ما قيمة أنني أستر وجهي وعيني تركض يمينا وشمالا لذلك رسول الله رواية صراحة لازم تكتب بالذهب رسول الله يقول صلى الله عليه وآله غضوا أبصاركم ترون العجائب هذه الكلمة ليست للرجال فقط للرجال و للنساء غضوا أبصاركم سواء كان في المجتمع أو في داخل البيت أو على التطبيقات أو على البرامج في أي مكان نظرت إلى شيء أغض بصري يعني شنغض البصر أغمض عيني أتجاوز من هذا المقطع ما أركز فيه غضوا أبصاركم ترون العجائب يعني أيها الشباب لو أنت الشاب نظرت إلى مشهد و غضت البصر الله سبحانه وتعالى سيفتح لك أبوابا في الجانب المادي و في الجانب المعنى و الغيبي يعني الله سبحانه وتعالى سيفتح و يعطيك ما لا تتوقع ما لا تفكر فيه بشرط أنك تغض البصر حتى تعرفون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و آله النظرة سهم من سهام إبليس تهدم هذه النظرة البسيطة تهدم إيمان الإنسان إذا لا يلتفت إليها إذن هذه كلها تؤثر في علاقتنا بالإمام عجل الله تعالى فرجوه الشريف الاستشعار هذه النقطة فكروا فيها دائما دائما اليوم أنا بالطائرة مسافر من بلد إلى بلد رحت إلى بلاد الاغتراب جالس في بلدي أسافر من مكان لمكان رايح على النهر طالع حداق بالبحر رايح قنص في الصحراء أي مكان أذهب في كل مكان لازم يكون الإمام الحج معايا أيضا يعني عليك أن تعلم إذا تريد ترفح عن نفسك وتونس نفسك وتروح تغير جو مو يعني تعمل معصية الإمام موجود إياك تشعر بالإمام تشعر أن عملك اليوم يعرض على الإمام فإذا أنت تريد القرب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لازم كل هذه الأمور تجعلها بعين الاعتبار نكمل حديثنا في حديث في مسجد السهلة المعظم طبعا يعني كان بخاطر أنه أمس في حلقتنا اللي تكلمنا فيها عن مسجد السهلة أختم الموضوع أتطرق إلى مواضيع أخرى ولكن بصراحة وجدت فيه روايات مهمة جدا يعني ما أريد هذه الروايات تفوتني وتفوتكم روايات مهمة جدا في مسجد السهلة والإنسان أنا أعلم ما أقول أهل المعرفة اللي عدهم توجه للإمام اللي عدهم معرفة ولو بسيطة للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لما يسمعون هذه الروايات تفتح عليهم آفاق كأن هناك شيء مضيع للإنسان ووجده فعلا لما أسمع هذه الرواية وأتوجه إلى مسجد السهلة المعظم وأدي الأعمال وأصلي الصلوات وأستغيث بالإمام أرواحنا في ذا يكون إلى طعم غير يكون إلى توجه غير راح أذكر لكم أيضا بعض الشواهد اللي صارت في هذا المسجد وأن الإنسان يعرض إلى امتحان الإنسان المؤمن هناك نقاط قوة عنده مثلا ما يسمع إلا الأغاني فالشيطان لا يأتي إليه عن طريق الغناء لا يأتي إليه عن طريق مثلا الفاحشة لا يأتي عن طريق هذه المحرمات يأتي إليه عن طريق الرياء يأتي إليه عن طريق مثلا المزاح مع المرأة المفاكهة يأتي إليه عن طريق مثلا طرق هو الإنسان المؤمن يتصور أنه طرق عادية ولكن هذا فيه اختبار شديد للإنسان راح نتكلم في هذا الموضوع بسمحوا لي خلي أقرأ هذه الروايات ونعيش فعلا هذه الأجواء الرائعة وهذه الروايات اللي مروية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلواته الله وسلامه عليه أيضا إلى أبي بصير هنيئا لك يا أبا بصير على هذه المكانة والمنزلة اللي الإمام الصادق يخصك بهذه الروايات والتي نحدث الشيعة بهذه الروايات المروية عن أئمتنا وعن ساداتنا وعن قاداتنا صلواته الله وسلامه عليهم بصراحة أنا الإنسان اللي يأتي من بلاد أخرى إلى العراق ويبقى مثلين أسبوع بصراحة أنا أتألم عليه مسكين ابن آدم يعني أنت جاي إلى العتبات المقدس تبقى لك يومين ثلاثة وراكض ورى الدنيا عندك التزامات أنا أدري عندك التزامات تقول عندي عمل أنا أعلم عندك عمل تقول عندي كذا وكذا نعم ولكن يا ابن آدم اجعل فرصة لآخرتك لدنياك ولآخرتك الإنسان اللي زائر يأتي إلى العراق وسكن في النجف ثلاثة أيام كل يوم لازم يروح إلى السهلة إذا بقيت في كربلاء أسبوع بالسبوع ثلاثة أيام اذهب إلى السهلة هذه حسابات هذه بها آثار عجيبة وغريبة هذه من العجائب ولكن إذا يسمح إنسان ما عنده هذا التوجه ما رح يشعر بشي يعني ما رح يفهم شنو الكلام اللي نتكلم عنه احنا وين نعيش نحن أين نتكلم رجال الدنيا ونساء الدنيا والناس اللي الدنيا والماديات مهيمنة ومسيطرة نعم بالسنة مرة يجي إلى الأربعين مشاية من النجف جزاك الله خير ولكن ليس هذا كل شيء هذا جزء بسيط تأتي مشاية جزاك الله خير ولكن ليس هذا كل شيء جايلك أربع خمس يام تعمل من نية أنا جيت إلى كربلاء وجيت مشاية من النجف إلى كربلاء زين تعمل من نية أنت مسكين المجيء ينفعك أنت الإمام الحسين لا يحتاج إلى مشيك ولا يحتاج إلى زيارتك أنت تحتاج إلى زيارة الإمام الحسين ينفعك في دنياك وفي آخرتك وفي برزخك اللهم ارزقني شفاقة الحسين يوم الورود يوم اللي ينزلوك إلى القبر ذاك الوقت وينك يا أبا عبد الله خلصني يا أبا عبد الله سيدي يا حسين نجني من هذه المصيبة ذاك الوقت ينفعك بس أنا مرة أنا جت إلى زيارة الإمام الحسين وعامل لي قضية كبيرة قصة كبيرة مثل ما يقولون أهلنا في لبنان قصة لا شيء بسيط عادي نعم جزاك الله في ناس موجاين أنا شو دخلي فيهم أنا علي بواقعنا زيارة خلي نعيش مع هذه الروايات وننظر إلى إمام الصادق طبعا يكلمنا على قدر عقولنا يعني الإمام أيضا كثير من الأمور اللي تتعلق بهذا المسجد المعظم ما ذكرها أنه لأنه استيعابنا احنا بعد ناس شوية أكثر يزيد العيار يصير يقولون غلو هذا الرواية غير صحيحة هذا كلام ويطلعون يمين وشمال ويجيب المصدر ويجيب الدلالة ويجيب كذا كذا فالإمام يعطينا على قدر على قدر عقولنا زين شنو على قدر عقولنا يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم عجل الله تعالى فرجه عليه السلام في مسجد السهلة بأهله وعياله قلت يكون منزله جعلت في ذاك يعني بيت الإمام يكون مسجد السهلة قال نعم كان فيه منزل إدريس وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن وما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه وفيه مسكن الخضر والمقيم فيه كالمقيم في فصاط رسول الله صلى الله عليه وآله وما من مؤمن ولا مؤمن إلا وقلبه يحن إليه افهموا هذه الجملة يعني المؤمن ما من مؤمن فإذن أنا قلبي لا يحن إلى السهلة هناك مشكلة في إيماني مشكلة مشكلة نعم يعني أنت إنسان مؤمن لا تعرف عن مسجد السهلة شيء أنت إنسان موالي لا تعرف عن هذا المسجد العظيم شيء هو هذا إيمان الإيمان ليس هو الصلاة والركوع والسجد فقط هذا الجزء من ألف جزء الصلاة جزء من ألف جزء الصيام جزء من ألف جزء الحد جزء من ألف جزء كثير أمور أخرى موجودة فإذا كان المؤمن أنا قرأت الرواية أقصد هذا المقطع الأخير وأنه ما من مؤمن ولا مؤمن الجميل إنه المرة أعطاها كلامها حقها والرجل أيضا إلا وقلبه يحن إليه زوجة جاية مع زوجها وديني للسهلة نبي نروح للسهلة خذني للسهلة السهلة السهلة قبل ما السافر تحن على زوجها وديني للسهلة الزوج يقول لزوجته نريد نروح للسهلة يلا رح للسهلة الشباب جايين مع بعض يلا شباب نريد أن نذهب للسهلة السهلة أهم شي لازم نروح للسهلة هذا المؤمن قلبه يحن عند ارتباط لا يروح هناك يصلت ركعتين تحت المسجد يطلع وخلاص لا على كل حال هذه مجموعة من الروايات اللي واردة عن أهل البي سلام الله عليهم طبعا رح أذكر رواية أخرى أيضا هي مروية عن أهل البي سلام الله عليهم وهذه أيضا رواية عن مام الصادق عليه السلام يقول هو عن مسجد السهلة المعظم هو من البقاع التي أحب الله أن يدعى فيها يعني ربنا يحب أن يدعى في مسجد السهلة أنك تذهب هناك وتدعو الله تبارك وتعالى الله يحب هذه البقعة أن تدعو الله وهذا بحد ذاته له أهمية كبيرة وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة يزورون هذا المسجد يعبدون الله فيه ما من يوم وليلة يعني صباحا المساء الملائكة تأتي إليه على كل حال إلى أن نرى أن الإمام سلام الله عليه يتكلم لأنه مقاطع احنا ذكرناها من قبل أذكرها معليش ما في مشكلة التأكيد جدا مهم حتى نوصل إلى نهاية الرواية أما أني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه يا أبا محمد لو لم يكن من الفضل إلا نزول الملائكة والأنبياء فيه لكان كثيرا يعني يكفي فضل لمسجد السهلة الملائكة تنزل وتصلي فيه والأنبياء أيضا وكيف فكيف فكيف وهذا والفضل ما لم أصف لك أكثر يعني أنا ما ذكر الشيء لك يعني كل هذا الكلام اللي سمعناه عن أهمية مسجد السهلة والإمام الصادق يقول لي أبي بصير بعد ما ذكرت شيء الأمور أكثر هذا الأكثر مش موجود عدنا هذه المشكلة ليش قابلية الناس هذه بعد قابليات ضعيفة ما يتحملون يقول الذي لم أذكره أكثر هو هذه الكلمة مدعاة أن الإنسان يكون يقصد هذا المسجد أكثر قلت جعلت في ذاك لا يزال القائم عليه السلام فيه أبدا يعني الدائم الموجود فيه ولا يغير مكانه يروح إلى مكان آخر قال نعم هذا المكان الرئيسي يعني من القيام المقدس للإمام يعني منذ دخول الإمام للكوفة الإمام سيجعل مركزه ومنزله في ذلك المكان قلت فمن بعده يعني بعده بعد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قال هكذا من بعده إلى انقضاء الخلق يعني هذا المسجد إلى كرامة عجيبة وغريبة أنه الأمر إلى يوم القيامة قلت فما كون فما كون من أهل ذمة عنده قال يسالمهم زين يسأل سؤال آخر زين أهل الذمة من بقية الديانات قال الإمام يسالمهم هذا الإمام المهدي وإن أين الذين يقولون الإمام كل دماء يقطع الرقاب والدماء تصل إلى الركب كلها أكاذيب كل الهدف من هذه الأحاديث الإسرائيلية أن يخوفون الناس من الإمام المهدي الإمام يقطع الرقاب الدماء تصل إلى الركب الإمام قتل وإبادة نعم هناك معارك ولكن ذكر الإمام يقول الإمام الصادق بالنسبة إلى أهل الكتاب وأهل الذمة قال يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون هذه أهل الكتاب فإذن أهل الكتاب في حكومة العدل الإلهي المهدوي إنما موجودين هذول اللي مو أهل حرب وليس أهل قتال يعني المسيحي ما أقول له تعالي أنت أترك المسيحية والسيف على رأسه أو اليهودي أهل الكتاب لا وإنما إذا لم يكن محاربا مقاتلا فيدفعون الجزية الإمام يقول وهم صاغرون لا تصور يعني رافع رأسه لا مطي رأسه بعد هذه هم سنوات ومئات السنين حكموا ودمروا ولعبوا على كيفهم هذا الآن أصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الحكم للإمام المهدي سلام الله عليه زين هذا اليهود خلصنا منهم زين يقول فمن نصب لكم عداءه والنواصب وداعش وجماعة داعش وهالجماعات الذين نصبوا العداء لمحمد وآل محمد ماذا حكمهم أبو بصير سلام الله عليه يضع النقاط على الحروف كأنه هو موجود الآن معنا وهذه الأسئلة موجودة عندنا زين الإمام كيف يتعامل مع أهل الذنة قال كما تعامل رسول الله يسالمهم يدفعون الجزية زين والنواصب أعداء أهل البيت قال لا يا أبا محمد ما لمن خالفنا في دولتنا من نصير النواصب ما لهم دور ما لهم مكان وخلاص ينتهي أمرهم هذا بشارة لإنسان المؤمن بشارة للمؤمنين للذين صبروا للذين تحملوا للذين قاتلوا للذين جاهدوا للذين تحملوا الإبعاد والتعذيب والقتل والتشريد هذه بشارة للمؤمنين للمجاهدين للأبطال الذين حملوا ولاء محمد وآل محمد وصبروا وتحملوا الإهانة الاستهزاء الإذلال وحتى اليوم الإمام الصادق عليه السلام هذا نص عن الإمام الصادق أما عن النواصب قال لا يا أبا محمد ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب هذولا ما لهم نصيب ما لهم مكان أبدا إن الله قد أحل لنا دماؤهم عند قيام قائمنا تهى الأمر يعني كافها قطع الرؤوس آلاف من الأبرياء من الموالين يقتلونهم على الهوية قتلوهم شردوهم مثلوا بهم يعني مثال هذه أيام داعش هم النواصب الداعش جزء من النواصب ماذا عملوا بالمؤمنين ماذا عملوا بأتباع أهل البيت يعني هذه أبسط شيء تروح تشوف إلى جريمة سبايكر هؤلاء الشباب خيرة الشباب الطيب ماذا عملوا بهم مثلوا بهم قتلوهم شر قتله وفي أماكن وأماكن كثيرة ماذا عملوا نفس منهج بني أمية وبني العباس نفس المنهج هذا المنهج التكفيري منهج النواصب نفس الشيء الإمام الصادق يقول في دولة مهدي آل محمد هؤلاء لا مكان لهم إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك فلا يغرنك أحد انتبه إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين يكفي خلاص يكفي خلاص يكفي هذه الفترة من القمع والإرهاب والقتل والعباد يكفي أنهم شوهوا سمعة الإسلام وشوهوا سمعة المسلمين من ذلك الوقت سمرة بن جندب راح إلى البصرة اسمه صحابي اسمه صحابي دخل إلى البصرة أرسلوه إلى هناك بنهم مية وراح إلى هناك أعلن حضر تجول حضر تجوال واللي يخرج نقتل في يوم واحد قطع أكثر من خمسمائة رأس هذا صحابي لرسول الله أي صحابي أي إيمان أي دين تقتل خمسمائة إنسان لمجرد حضر تجول هؤلاء النواصب ماذا صنعوا لذلك هذا يوم الانتقام ربنا ينتقم من أعدائه النواصب هم شر من اليهود والنصارى والصليبيين شر شر من خلق اللهم هؤلاء الناس الإمام يقول إذا قام قائمنا انتقم لله انتقام لله من هؤلاء لأن هؤلاء كفروا بالله أشركوا بالله وينتصر ينتصر ينتصر الإمام المهدي لله لحكم الله فإذن ينتقم لله تبارك وتعالى ولرسول الله ولنا أجمعين بالله عليكم ماذا أجروا على أهل بيت رسول الله يعني أخذ من الإمام أمير المؤمنين سامع التاريخ ماذا يقول ما أرد أتكلم في هذه الأحداث بس أقول كلمة وحدة الإمام أمير المؤمنين اللي هو خليفة رسول الله اللي رسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي المولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله كل هذا الكلام وأمير المؤمنين اغتصبوا الخلافة في سقيفة بن ساعد وعملوا مؤامرة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صار غريب بيناتهم يسلم عليهم فلا يجيبوا هذا الإمام أمير المؤمنين ولا يسلم عليه أحد هذه غربة الإمام قمع وإرهاب هجوم على دار أمير المؤمنين هجوم على غيرة الله فاطمة سلام الله عليها هذا تنسى لا تنسى هذه لا تنسى هذه الأمور الجرائم ارتكبوها بحق رسول الله بحق بنت رسول الله بحق أمير المؤمنين بحق أهل البيت صلوات الله وسلام سلام عليهم هذه الجرائم لا تنسى مو كيفك ولا كيفي لا تصور قضية ذوقية لا يتكلم واحد بتعايي وشماته هذا خلي حقك هذا إلك هذا في قضية ظهور الإمام المعادلات ليس على ذوقكم وليس على فهمكم وليس على سياستكم وليس على تعاملكم وليس على مصالحكم الأمر بيد مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجو الشريف أهل المصالح ينتهون أهل المصالح ينتهون ينتهي دورهم هذه مشكلة كبيرة على كل حال أيضا هناك أسماء متعددة يذكرها بصورة سريعة في الروايات لمسجد السهل يسمى أيضا بمسجد بني ظفر رواية عن الإمام عليه عليه السلام أنه قال أن بالكوفة أربع بقاع مقدمة مقدمة ذكر من بينها مسجد ظفر طبعا وقال وهو مسجد السهل طبعا هناك أحاديث متعددة ولكن إذا وجدتم في بعض الروايات مسجد ظفر في الكوفة أعرف أنه مسجد السهلة له اسم آخر أيضا يسمى مسجد القرى أيضا يسمى بالمسجد البري وأيضا يسمى بمسجد بني عبد القيس ويسمى بمسجد السهلة ويسمى بمسجد سهيل هذه الأسماء موجودة بالنسبة إلى مسجد السهلة زين نذهب إلى موضوع آخر أيضا يتعلق بمسجد السهلة والاستجارة الإنسان الذي يستجير يستغيث الإنسان الذي يتوجه إلى هذا المكان من خواص هذا المسجد المبارك والاستجارة فيه من البلاء يعني الإنسان يخشى وقوع بلاء عليه وقوع مصيبة عليه وقوع كارثة عليه أنه يستجير كما في الروايات أنه تذهب إليه وتستجير بمسجد السهلة في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه لو أن عمي الزيدا استجار الله لأجاره عشرين سنة يعني بعبارة أخرى يا ريت كان يروح زيد ابن علي الشهيد يذهب إلى مسجد السهلة لو ذهب واستجار بمسجد السهلة كل هذا اللي صار ما كان يصير أي في هذا المسجد وأيضا ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء العالم الكبير والجليل يقول صار هناك في النجف طاعون واستجرت بمسجد السهلة صار طاعون ضرب الطاعون وذلك الفترة ما كانت هذه الأدوية فتوجهنا مع أربعين واحد إلى مسجد السهلة وأثني الخلق يعني نسبة كبيرة من الناس ماتوا ولكن نحن لأيام وجود الطاعون بقينا في مسجد السهلة لم يصب أي واحد منهم بأذى أبدا يعني هذه إلى أيضا إلى كرامة كبيرة رواية أيضا حول ليلة الأربعاء يعني يوم الثلاثاء مساء اللي في هذه الأيام يعني منذ سنوات الناس يقصدون مسجد السهلة بالذات ليلة الأربعاء طبعا هناك روايات متعددة أنه كثير من العلماء كانوا يذهبون إلى ومازال أيضا هناك من العلماء اللي يذهبون إلى مسجد السهلة في ليلة الأربعاء و ينون أنه يتوجهون إلى هذا المكان أربعين ليلة أربعين ليلة أربعاء بنية التشرف بلقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا روايات كثيرة متعددة أنا أذكر قضية إلى العالم الجليل المرجع الكبير الراحل السيد المرعشي النجفي كان مرجعا زاهدا كنت أراه في مدينة قوم لما كان يصلي في حرم السيدة فاطمة المعصومة كان يركب التكسي كان يركب التكسي ويروح إلى الحرم هذا الإنسان العالم مرجع كبير ولكن كان زاهدا في هذه الدنيا السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه يقول أيام دراستي في النجف الأشرف اشتقت كثيرا هذا نص كلام المرجع النجفي رحمة الله عليه يقول اشتقت كثيرا لجمال مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف تعاهدت مع نفسي أن أذهب ماشيا أربعين ليلة أربعاء أذهب من النجف إلى الكوفة إلى مسجد السهلة يقول أدمت على هذا العمل ستة وثلاثين أو خمسة وثلاثين ليلة أربعاء يقول في ليلة من ليالي تأخرت تأخرت في خروجي من النجف الأشرف كان الهواء ممطرا جدا وكان بجنبي مسجد السهلة هناك خندق يقول لما وصلت إلى الخندق وقت متأخر صارت عندي وحشة فخفت أنه أن أقع في هذا الخندق يقول نظرت إلى خلفي وإذا بي أنظر إلى سيد عربي بزي عربي اقترب مني هذا الرجل وقال يا سيد سلام عليكم فشعرت بزوال الوحش الموم الميد يسلم عليك ما يزول الوحش طبيع يزول الوحش فشعرت بزوال الوحش من نفسي واطمأننت وسكنت النفس والعجيب كيف التفت هو يقول يكلم معي شلون عرفني أنا سيد ذاك الليل شلون عرفني وسبحان الله كيف صار عندي هدوء وسكون وطمأنينة وآنا ما عرفت أن هذا هو الإمام المهدي فتحدثنا وصرنا نتكلم مع بعض سألني أين تقصد قلت مسجد السهلة فقال لي بأي قصد ليش رايح شن الهدف فقلت بقصد بقصد التشرف بولي العصر عجل الله تعالى فرجو الشريف يقول بعد خطوات اللي مسجد زيد بن صوحان يقول قال أنه اللي نذهب إلى هذا المسجد هذا السيد العربي ندخل هذا المسجد ونصلي ركعتين تحية المسجد يقول السيد لما هذا السيد اللي بزي عربي لما دخل إلى المسجد وبدأ يقرأ الدعاء يقول السيد المرعشي كأن الجدران والأحجار تقرأ معه فاقشعرت وأحسست بثورة عجيبة في نفسي إمام معصوم حجة الله يقول الحجر كأنه يحكي معه الجدران كأنها تحكي معه هذا إمام معصوم هذا حجة الله الله ينزل المطر ببركته الدنيا قائمة ببركة الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف صار عندي تحول في نفسي لا أتمكن أن أصف هو يقول السيد أصف هذه الحالة يقول السيد قال لي السيد أنت جوعان حتى الأمور البسيطة سلام الله عليه حتى الأمور العادية في حياتنا يعني هم في كل أمور حياتنا معنا في كل شيء قال يا سيد أنت جوعان حب ذا لو تعشيت معي يقول فأخرج مائدة من عباءته يا سيد هنيئة لك الإمام المهدي يخرج مائدة من تحت عباءته يقول وكان فيها أي مائدة ما أريد أذكر الآن بدون تعليقات كثيرة وكانت فيها ثلاثة أقراص من الخبز واثنتان أو ثلاث خيارات خضراء طرية خيارات خضراء طرية كأنها قطفت للتوي من البستان يقول أيام كان الشتاء الشتاء ما في عندنا الآن في بيوت بلاستيكية بيعملون خيار ولا ما في يقول كأنها الآن يقول أنا فكرت هذا بالنتجة كل واحد يفكر بشي أنا من وين جاء بهذا الشي بهذه الخضراء يقول تعشينا مع السيد ثم توجهنا إلى مسجد السهلة يقول هو يمشي أنا يمشي خلفه يقول أنا وماشي ملتفتت من هو هذا السيد اللي أنا ماشي وياه يقول السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه بعد الفراغ من الأعمال قال السيد العربي يا سيد هل تذهب معي مثل الآخرين بعد الأعمال إلى مسجد الكوفة يعني البعض من العلماء لما يذهبون إلى مسجد السهلة بعد السهلة يتوجهون إلى الكوفة تذهب معي إلى ذلك المكان أو تبقى في مسجد السهلة قلت أبيت في المسجد يعني أنا رد أبقى في هذا المسجد عند مقام الإمام الصادق أول ما تدخلون إلى مسجد السهلة تجدون مقام الإمام الصادق في الوسط قلت له السيد المرعشي يقول للإمام عجل الله تعالى فرجه قلت له هل تشتهي الشاي أو القهوة أو الدخانيات حتى أعده لك تشتهيه هذه المتحب يعني فأجاب بكلمة قال هذه من فضول المعاش مو قضايا مهمة نحن نتجنب هذه الأمور ما قال حرام قال هذه قضايا ما إلها ضرورة ما إلها أهمية نحن نتجنبها يقول السيد المرعشي هذه الكلمة أثرت في قلبي وأثرت في وجودي كلما يقول كلما كنت أشرب الشاي ترتعد فرائصي أتذكر كلام الإمام المرعشي أن هذه الأمور يعني مو محل اهتمامنا على كل حال يقول طول المجلس مع السيد العربي اللي هو في الحقيقة الإمام عجل الله تعالى فرجه مدة ساعتين يقول في خلال هذه الفترة استفدت عدة أمور طبعا هي نقاط متعددة تقريبا أنا ذاكرها قرابة هي تقريبا هي 11 نقطة مستفيدة من الإمام سلام الله عليه ضمن الأمور متكلم على موضوع الأستخارة طبعا ليست هذه الاستخارة اللي عند الناس يعني واحد يريد يشوف أنه عنده شغلة معينة هذي شغلة صار أو ما يصير هذا الاستخار ما يسموه استخارة الإنسان اللي يعتقد باستخارة بهذا الشيء هذا إنسان جاهل الاستخارة لا تسمى أنا مقبل على وظيفة أنا مثلا إنسان مقبل على زواج مقبل على شراء بيت مقبل على عمل مقبل على سفر يريد يشوف أن هذا يصير أو ما يصير خطأ هذا التفكير خطأ الاستخارة بمجرد ما يقولون إلك أطيني اسمك واسم أمك عرفوا هذا كذب كذب هذا شنهي الاستخارة الاستخارة أنا أريد أسافر متحير أسافر أو ما أسافر إذا زينة كيف أسافر أو ما أسافر إذا مو زينة لازم ما أسافر في موضوع مواضع مختلفة في حياتنا متحير أعمل أو لا أعمل أفعل أو لا أفعل فأستخير الله ضمن هذه الأمور أنا ذاكر في صفحة 244 شنه الاستخارة لإمام المهدي سلام الله عليه علم استخارة كيف تستخير والإمام علم الطريقة الصحيحة حتى ليأخذ وقتنا يعني أيضا من الأمور الأخرى علم الإمام المهدي السور التي تقرأ بعد الفرائض صبحه ظهره عصره مغرب عشاء أي السور تقرأ بعد الفرائض أيضا علمه الإمام على صلاة ركعتين تقرأ بين المغرب والعشاء وأيضا دعاء علم الإمام سلام الله عليه والإمام أيضا أكد على تلاوة القرآن للشيعة أكد ضرورة تلاوة القرآن الكريم وأيضا أكد الإمام على زيارة عاشوراء ومجموعة من هذه الأمور اللي الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكد للسيد المرعشي الاهتم بها في هذه المرحلة طبعا يقول السيد المرعشي سألت من الإمام وأنا لا أعرف أن هذا هو الإمام قلت لا أدري هل أبوي وأساتذتي وذوي الحقوق راضون عني أم لا يعني أبوي وأمي راضين عني رحلوا من الدنيا وأساتذتي اللي تعبوا علي أردى شوف راضين أو لا فقال كلهم فقال عليه السلام كلهم راضون عنك ويدعون لك شوفوا الإنسان المؤمن الإنسان المؤمن اللي يعمل عمل خير ويسوي خيرات كلهم راضون عنك ويدعون لك فاستدعيته أن يدعو لي أن أوفق للتأليف والتصنيف فدعا لي دعا لي حتى أوفق لي التأليف طبعا هناك مجالات أخرى يقول لما أردت الخروج من المسجد لحاجة أتيت الحوض الحوض كان في وسط المسجد يقول تبادر إلى ذهني أنه هذه أي ليلة ومن هو هذا السيد العربي وكيف أنا شفته وشلون صارت كل هذه الأحداث اللي صارت شلون من هو يقول رحت رحت للحوض حتى مثلا أتوضى وجدد وضوئي يقول رجعت كلما دورت عليه فلم أجده يقول صارت ألوم نفسي كيف أصابتني هذه الغفلة شلون صارت عندي هذه الغفلة شلون ما عرفت هذا الإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه على كل حال يقول فبكيتنا حبا السيد المرعشي في مسجد السهلة يقول صرت أبكي وأبكي شلون راحت مني هذه الفرصة نحن الحياتنا فيها الكثير من الفرص كثير من الأوقات في حياتنا تمر علينا فرص لازم نستغل هذه الفرص لازم نستغل هذه الأيام لازم نعرف أن الإنسان بجهده بعمله من هو السيد المرعشي؟ إنسان سعى وسعى وارتقى نحن أيضا نحاول أن نستغيث بالإمام ونرتقي أيضا وهناك قضايا أخرى السيد بحر العلوم أيضا يلتقي بالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا في مسجد السهلة الإمام الصادق سلام الله عليه قضية بشار المكاري اللي من أصحاب الإمام يدخل عند الإمام الإمام يقدم للرطب ما يأكل يقول ليش ما تأكل يقول كنت أمشي سمعت أمرأة عثرت هذه المرأة أشوف الولاء لأهل البيت انظر للشيعة كيف عدهم التولي لمحمد وآل محمد وكيف لديهم التبرأ من أعداء آل محمد ماذا قال الرواية هكذا تقول تقول قال لما مصادق المرأة عثرت فقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة لعن الله ظالميك يا فاطمة الجنود والشرطة سمعوا هذا الكلام اعتقلوها سؤال ليش اعتقلوها ظالم الزهراء منهم من أهل النار لماذا اعتقلوها لماذا يخافون من هذه الكلمة هذا عبارة عامة هم يعلمون من الذي ظالم فاطمة الصديق الكبرى صلوات الله وسلامه عليها وأورد عليها البلاء والابتلاء لذلك أخبر الإمام يقول الإمام صار يبكي ثم قال اذهب قم لنذهب إلى مسجد السهلة فجاء إلى مسجد السهلة يقول رأيت الإمام سجد صلى الإمام وسجد يقول ما رفع رأسه إلا وجه الإمام وصدر الإمام مبتل من الدموع امرأة موالية لمحمد وآل محمد تسجن وتعتقل من أجل كلمة قالت لعن الله ظالمك يا فاطمة الإمام الصادق ينتفض حتى تعرف أنت المؤمن أنت الموالي أنتم الشيعة اللي عندكم ولا لأهل البيت عليهم السلام أهل البيت ما يترككم أبدا أهل البيت لا يتخلون عنكم بس عليكم بالصبر اصبروا وصابروا ورابطوا وتحملوا الإنسان ما يريد مباشرة أن يصل إلى شيء يحتاج إلى وقت نعم اتفضلوا عدنا اتصال اتفضلوا الأخ أبو حكيم من الناصرية اتفضل أخو أبو حكيم عليكم السلام ورحمة الله أهل وسهلا الله يبارك فيك ويسلمك إن شاء الله الله يبارك فيكم إن شاء الله الله يبارك فيكم الله يبارك فيك إن شاء الله نحاول هذه علوم محمد وآل محمد أن نوصلها إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى شيعة أمير المؤمنين حتى نتوجه للإمام أكثر فأكثر إن شاء الله يا الله اللهم عجل وليك الفرج السلام الله عليك جزاك الله جزاك الله خير نعم يا الله يا الله اللهم عجل وليك الفرج نعم بلي نعم سلام الله نعم 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 هذا السؤال أبو حكيم أبو حكيم بس هذا السؤال أو عندك سؤال آخر أيضا إن شاء الله رح أجاوب عليه رح أجاوب عليه إن شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك حياك الله طبعا أي رؤية تتعلق بأهل البيت عليه السلام هي خير وبركة إن شاء الله أما مصداقية هذه الرؤية لا نعلم الأمر بيد الله تبارك وتعالى يعني نحن لا نتمكن أن نعم رسول الله كان يأتي صباحا يقول أين المبشرات يعني أكو واحد شايف رؤية فيها بشارة ولكن من تمكن ليس فيها حجية الرؤية ولكن رؤية الإمام أو رؤية أهل البيت عليه السلام عموما شيء جيد هذا وكلها هذه أمور تبشر بخير وإحنا دائما نقول إن شاء الله خير إن شاء الله يكون بها بشارة طيبة وبشارة خير إن شاء الله طبعا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينظر إلى شيعته ينظر إلى مظلومية شيعته يعني ينظر لهذا الإنسان المظلوم هذا الإنسان الفقير هذا الإنسان اللي مأخوذ حقه هذا الإنسان اللي معتدى عليه كل بعين الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام لماذا يسمى بالمنتقم هو ينتقم لأمه فاطمة من الذين ظلموها ينتقم من الذين قتلوا الإمام الحسين عليه السلام أيضا ينتقم من النواصب الذين أجروا البلاء على الشيعة في كل مكان أنا أقول كلمة أنه قضية الإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه لماذا أقول أنه لازم نحن الآن نعد العدة هذا الكلام لكل إنسان لكل شاب لكل أعضاء الأسرة أنه تعالوا من هذه اللحظة الإنسان يعمل وين؟ تعمل في مطعم عندك محل عندك دكان عندك سوبر ماركت عندك مصلحة أنت موظف تعالوا نشد الهمة واحد يمسك الآخر وقضية الإمام المهدي نجعلها قضيتنا دعاء الندبة نخليه في كل جمعة في كل بيت في كل حسينية في كل مسجد يعني نجعل اهتمام يعني هذه قضيتنا إذا إحنا لا نستغيث بالإمام المهدي إذا نحن لا نتوجه للإمام المهدي إذا لا نجعل قضية الإمام المهدي قضيتنا وحياتنا ما رح نقدر إحنا الإمام لا يظهر هناك أسباب ومسببات هناك عوامل أثر وضعي لهذا الأمر هو الإمام قال ادعوا لي ففي ذلك فرجكم الفرج للشيعة بالدعاء للإمام صلواته الله وسلامه عليه عندنا اتصال آخر الأخ عبد العزيز من المملكة العربية السعودية تفضل أخ عبد العزيز أخ عبد العزيز تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك ويسلمك حياك الله حياك احنا نتكلم عن الإمام المهدي ما نتكلم عن عمر يعني للعلم يعني احنا موضوعنا مو موضوع عمر فلا تقحم هذا الموضوع في موضوعنا موضوعنا موضوع آخر فإذا عندك مداخلة وأنا متكلم مع الكنترول أنه إذا واحد عنده مداخلة في الإمام المهدي يتكلم ولكن غير الإمام المهدي ما نستقبل الاتصال قطع الاتصال الحمد لله يعني أنا أريد واحد يتصل يعني أنت أولا احنا كلامنا في الإمام المهدي تتكلم في موضوع آخر وهذا موضوع الإمام المهدي هذه روايات موجودة من السنة روايات من كبار علماء السنة وروايات من السنة ومن علمائهم كتبوا الكتب في حق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب كثيرة روايات كثيرة موجودة في قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه فإذا هذا الموضوع لا داعي للإنسان أن يتحدث في أمور أخرى يعني إحنا اليوم أنت اليوم عندك عقيدة وهذا الآخر عند عقيدة وأنا أتكلم بعقيدتي أنا أتكلم بعقيدتي فلذلك قضية الإمام المهدي هي قضية تتعلق بكل المذاهب تتعلق بكل الأديان حتى علماء السنة كتبوا كتب في الإمام المهدي كثير منهم قالوا أن الإمام المهدي ولد يعني الولادة تحققت للإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه كلها أمور موجودة روايات موجودة نحن لا نتكلم بأمر غير من الروايات مصادرهم الموثوق عندهم تتحدث عن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فلذلك نحن نحتاج إلى منطق نحتاج إلى دليل نحتاج إلى برهان لا داعي للاستفزاز لا داعي لإثارة الآخر لا داعي أنه الإنسان يجعل نفسه في موقع ليس لموقعه هذا ليس لمكانه هو نحن نقول كلمة واحدة أنه قضية الإمام المهدي روايات موجودة عند السنة وعند الشيعة مجموعة روايات أكثر من ستة آلاف رواية موجودة في قضية الإمام صلواته الله وسلامه عليه الله يبارك فيكم يعطيكم العافية إن شاء الله نحن مستمرين في هذا البرنامج اللي يتحدث عن الإمام المهدي المنتظر صلواته الله وسلامه عليه نحاول إن شاء الله الليالي القادمة والبحوث القادمة سنتكلم في أبعاد مهمة سنتكلم عن موضوع الفتن والوسائل المتعددة اللي يستعملها أهل الفتن والتيارات المنحرفة القائمة التي هي الآن الجزء من عدها موجود ويحاولون يثيرون ويشوشون على القضية المهدوية ولكن نحن نأخذ القضية المهدوية أولا من القرآن الكريم ومن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أمير المؤمن وأهل البيت عليهم السلام إذا أخذنا المصدر الصحيح للقضية المهدوية من المصادر الصحيحة هم محمد وآل محمد صلواته الله وسلامه عليهم إذن رح تكون الرؤية واضحة وجلية ورح يكون إلها برهان واضح وجلي لذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن يسددنا ويوفقنا للاهتمام بقضية الإمام المهدي وإن شاء الله نرى كل الجامعات طبعا الجامعات منها جامعة الإمام الصادق في العراق وكلية الإمام الكاظم بالعراق كما أن هناك علوم القرآن موجودة تخصص حتى في بقية الجامعات حتى بقية الجامعات القضية المهدوية أيضا لازم يكون هناك تخصص في الجامعات اسم القضية المهدوية قضية المهدوية كما أن القرآن هو كتاب الله والإمام المهدي هو كتاب الله الناطق صلواته الله وسلامه عليه القضية المهدوية الآن في الجامعات لا بد على وزارة التعليم العالي أن تجعل هناك قسما مخصصا في الجامعة كما أن هناك قسم اسم علوم القرآن هناك قسم اسمه القضية المهدوية وهذا بحث وكثير من المواضيع موجودة تتعلق بالإمام المهدي أتمنى الأهل المسؤولين في هذا المجال أن يلتفتوا إلى هذا الأمر ويجعلوا تخصص يتعلق بالإمام المهدي ورح تشوفون الإقبال اللا نظير له على هذا التخصص دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة والخير اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم أرضي عنا إمام زماننا وفقنا لنيل رضا دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة وتعجيل الفرج لمولانا وإمامنا ولي العصر والزمان الحجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لترابي مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف شكرا لكم على المتابعة نتقيكم في كل ليلة على قناة المهدي الفضائية الساعة التاسع والنصف بتوقيت كربلاء المقدس حياكم الله وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج